اهلا بكم سنة 5 ابتدائي ومعانا النهاردة الجزء التاني من رابع درس عندنا بعنوان مناخ بلدي وعرفنا من عنوان الدرس بتاعنا مناخ بلدي ان احنا هنتكلم عن الجو في مصر بلدنا عامل ازاي وعرفنا برضو في الجزء الاول من الدرس ده ان احنا عندنا 3 حاجات بيقصروا في جو بلدنا بنقول عليهم العوامل المؤسرة في مناخ مصر وهم القرب او البعد عن المسطحات المائية وتاني حاجة مظاهر السطح وتالت حاجة الموقع الفلكي النهاردة بقى هنتكلم عن فصول السنة الاربعة في مصر ونشوف ونعرف الجو بيبقى عامل ايه بالزبط بس استنى هنا هي ايه فصول السنة الاربعة دي اقولك عارف الصيف والشتة والربيع والخريف اه هم دول بقى فصول السنة الاربعة يبقى احنا هنتكلم عن ايه النهاردة عن فصول السنة الاربعة اللي هم ايه الصيف والشتاء والربيع والخريف طب بس برضو انا عاوز اعرف ايه السبب ان كل شوية بيلاقي عندنا في مصر مثلا صيف وشوية بيلاقي عندنا شتاء وشوية بيلاقي عندنا ربيع وكمان شوية بيلاقي عندنا خريف يعني ايه السبب اللي بيخلي كل شوية عندنا فصل من الفصول الاربعة دول اقولك عارف الارض اللي انا وانت عايشين عليها دي اه العلماء لقوها بيتلف حوالين الشمس الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس ايوة طب الارض دي بقى بتعود قد ايه علشان تلف لفة كاملة حوالين الشمس وترجع تاني للمكان اللي بدأت منه اقولك بتعود 365 يوم وربعة علشان تلف لفة واحدة بنقول على اللي بيحصل ده يعني على دوران الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربعة دي اسمها الدورة السنوية يعني الارض بتعود 365 يوم وربعة بتلف حوالين الشمس كده لفة كام لفة لفة واحدة وقلنا على دوران الارض حوالين الشمس الدورة السنوية لانها كده قعدت سنة كاملة علشان تلف لفة واحدة حوالين الشمس طب انا مالي ومال دوران الارض حوالين الشمس كل 365 يوم وربعة اقولك ما هو ده السبب اللي بيخلي عند فصول السنة الاربعة ييجوا ورى بعضهم بالترتيب يعني بقول عليهم تعاقب فصول السنة الاربعة يبقى لما ييجي يسألك ويقولك بما تفسر تعاقب فصول السنة الاربعة يعني ليه الصيف والخريف والشتا والربيع بييجوا ورى بعضهم يعني بيتعاقبوا ورى بعضهم اقوله بسبب دوران الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع اللي هي بينك وصين الدورة السنوية يبقى بسبب دوران الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع اللي احنا بنقول عليها الدورة السنوية ده بيؤدي الى تعاقب فصول السنة الاربعة يعني ده السبب اللي بيخلي فصول السنة الاربعة ييجوا ورى بعضهم طب بس استنى انا لحد الوقت برضو ما فهمتش ازاي بيحصل فصول السنة الاربعة وليه بييجي صيف وليه بييجي شتة وبيجوا امتى اصلا اقولك فاكر في الدرس الاول لما عرفنا ان احنا عندنا حاجة اسمها دوائر العرض وقلتلك ان القرى الارضية اللي احنا بنعيش عليها فيه في نصها هنا كده دائرة اسمها دائرة الاستواء ايوا فاكر فاكر بقى لما قلتلك ان فيه دائرة فوق دائرة الاستواء في الحتة دي اسمها مدار السرطان وعلى فكرة ده اللي بيعد عندنا في جنوب مصر ايوا فاكر وكمان قلتلك تحت في النص التحتاني من الارض مدار اسمه مدار الجدي ايوا طب شمعنا بقى الوقت بتفقرني بالتلات دوائر دول بالذات اقولك علشان الارض وهي بتلف حوالين الشمس مرة كل 365 يوم وربع اللي انت بتقول عليها الدورة السنوية لانها بتوعد سنة اشعة الشمس بقى بتبقى متركزة كل شوية على دايرة من التلات دوائر دول وبتفضل متركزة على كل دايرة من دول لمدة تلات شهور ازاي اقولك مثلا عندك مثلا في شهر ستة وفي شهر سبعة وفي شهر تمانية اشعة الشمس بتبقى متركزة على مدار السرطان اللي بيعد عندنا في مصر هنا بقى بيبقى الجوة عندنا حر جدا اللي هو فصل الصيف يبقى فصل الصيف عندنا في شهر كم وكم وكم اقوله في شهر ستة وفي شهر سبعة وفي شهر تمانية شهر ستة يعني شهر يونيو شهر سبعة يعني شهر يوليو شهر تمانية يعني شهر اغسطس ليه؟ اقوله علشان اشعة الشمس بتبقى متركزة على مدار السرطان يعني الشمس بتبقى فوق دماغنا فالجو بيبقى حر فبيبقى عندنا فصل الصيف فبقول بقى على الشمس لما تبقى متركزة على مدار السرطان عندنا تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يبقى احنا عرفنا ان احنا عندنا فصل الصيف بيبقى في شهر كام؟ ستة وسبعة وتمانية اللي هم مشهور كام يعني يونيو يوليو اغسطس ليه؟ اقوله بسبب تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان لان أشعة الشمس بتمقى متركزة على مدار السرطان فبيبقى عندنا صيف طب قولي كده بقى حالة الجو عندنا بتبقى عاملة ايه في فصل الصيف اقوله حالة الجو بيبقى جافة جاف يعني مفيش امطار وبترتفع درجة الحرارة خاصة على الاجزاء الجنوبية عندنا يمت اسوان والصعيد المنطقة اللي بيعدي فيها مدار السرطان فالشمس بتبقى متركزة فوق مدار السرطان فدرجة الحرارة بتبقى عالية عندنا في مصر خاصة على الاجزاء الجنوبية يبقى لما يجي يقولك حالة الجو عندنا في فصل الصيف ايه اقوله جاف يعني مفيش امطار وبترتفع درجة الحرارة خاصة على الاجزاء ايه اقوله الجنوبية طب ما تكلمني كده على النهار والليل النهار والليل ازاي يعني انهي اطول النهار ولا الليل في الصيف اقوله النهار اطول من الليل لو انت كده افتقرت في الصيف بتلاقي الشمس بتطلع بدري جدا يجي الساعة خمسة والمغرب بيدن عالساعة سبعة المغرب يعني النهار كبير والليل صغير يبقى لما اجي اتكلم عن الليل والنهار في فصل الصيف اقوله النهار اطول من الليل يبقى احنا كده عرفنا ان بسبب دوران الارض حول الشمس مرة كله 365 يوم وربع اللي هي الدورة السنوية في الوقت ده عندنا 3 دوائر موجودين دائرة الاستواء ومدار السرطان فوق عندنا ومدار الجدي تحت فاشعة الشمس لما تبقى على مدار السرطان يبقى عندنا فصل الصيف الكلام ده في شهر 6 و 7 و 8 يعني في شهر يونيو يوليو اغسطس فبقوله تتعامد اشعة الشمس على مدار السرطان علشان كده بيبقى عندنا صيف طب حالة الجو اقوله جاف ما فيش امطار وبترتفع درجة الحرارة خاصة على الاجزاء الجنوبية طب الليل والنهار اقوله النهار اطول من الليل طيب بعد كده ايه اللي بيحصل قالك في الثلاث شهور اللي بعد كده يعني في شهر 9 و شهر 10 و شهر 11 الشمس بقى بتبقى متركزة على الديرة اللي في النص يعني على دائرة الاستواء يعني تتعامد اشعة الشمس على دائرة الاستواء هنا بقى بيبقى عندنا فصل الخريف فصل ايه؟ الخريف طب في شهر كم و كم و كم فصل الخريف ده اقوله في شهر 9 و في شهر 10 و في شهر 11 شهر 9 يعني سبتمبر شهر 10 يعني اكتوبر شهر 11 يعني نوفمبر يبقى احنا عندنا فصل الخريف في شهر كم و كم و كم تسعة وعشرة واحداشر يعني سبتمبر واكتوبر ونوفمبر بنلاقي تتعامد أشعة الشمس على إيه؟ أقول له على دائرة الاستواء طب ما تقول لي حالة الجو بتبقى عاملة إيه؟ أقول لك الجو بيبقى معتدل لأن الشمس معدتش موجودة فوقنا قوي بعدت عننا وراحت عندي دائرة الاستواء في نص القرى الأرضي طيب وبتنخفض درجة الحرارة تبدأ درجة الحرارة تقل طيب فاكر لما قلت لك في الجزء الأول من الدرس ده في فصل الخريف بتسقط الأمطار على إيه؟ آه على مرتفعات جنوب سيناء والبحر الأحمر يبقى لما نيجي نتكلم عن حالة الجو أقول له معتدل وبتنخفض درجة الحرارة وبتسقط الأمطار على مرتفعات جنوب سيناء والبحر الأحمر تسقط الأمطار على إيه؟ على مرتفعات جنوب سيناء والبحر الأحمر طيب بالنسبة للنهار والليل قال لك في فصل الخريف النهار قدي الليل بالظبط مفيش واحد اكبر متاني يعني يتساوى النهار مع الليل يعني النهار قدي الليل يبقى لما نيجي نتكلم عن فصل الخريف اقوله ده موجود في شهر تسعة وفي شهر عشرة وفي شهر احداشر يعني في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ليه لان تتعامد اشعة الشمس على دائرة الاستواء طب ما تقولي حالة الجو اقوله الجو معتدل وبتبدأ درجة الحرارة تقل يعني تنخفض درجة الحرارة وبتسقط الامطار عندنا في مصر على مرتفعات جنوب سيناء والبحر الاحمر والمعلومة دي اخدناها في الجزء الاول من الدرس ده طب الليل والنهار اقوله يتساوى النهار مع الليل طب بعد كده ايه اللي بيحصل اقولك في الثلاث شهور اللي بعد كده يعني شهر اتناشر وشهر واحد وشهر اتنين الشمس بقى بتبقى متركزة تحت خالص على مدار الجدي يعني بعيدة عننا هنا في مصر يعني تتعامد اشعة الشمس على مدار الجدي هنا بقى لما تبقى الشمس بعيدة هنا بيبدأ عندنا فصل الشتاء فصل ايه؟ الشتاء في شهر كم وشهر كم وشهر كم اقوله اتناشر وشهر واحد وشهر اتنين شهر اتناشر يعني ديسمبر شهر واحد يعني يناير شهر اتنين يعني فبراير يبقى فصل الشتاء عندنا امتى وامتى وامتى في اتناشر وواحد واثنين يعني ديسمبر ويناير وفبراير طيب ليه؟ اقوله علشان تتعامد اشعة الشمس تحت بعيدة عننا خالص عند مدار الجدي فالجوة عندنا بيبقى بردة يبقى لما اجا اتكلم عن حالة الجوة اقوله بارد بارد فين بالزبط اقوله في المناطق الجبلية المرتفعة فاكر لما قلتلك في الجزء الاول من الدرس ده ان احنا عندنا تلج على جبل سانت كاترين ايوة طيب وكمان بارد في المناطق الداخلية البعيدة عن البحر المناطق البعيدة عن البحر بتيبقى برد جدا زي مثلا محافظة المينيا درجة الحرارة هناك في فصل الشتاء بتوصل صفر بتوصل كم؟ صفر وكمان بتسقط امطار يبقى لما اجا اتكلم عن حالة الجوة عندنا في فصل الشتاء اقوله الجو بارد في المناطق الجبلية المرتفعة وكمان في المناطق الداخلية البعيدة عن البحر زي عندك محافظة المينيا اللي بتوصل درجة الحرارة هناك في فصل الشتاء لصفر طيب بالنسبة للنهار والليل اقولك الليل بيبقى اطول من النهار يبقى الليل اطول من النهار يبقى تاني في شهر اتناشر وفي شهر واحد وفي شهر اتنين يعني في شهر ديسمبر وشهر يناير وشهر فبراير تتعامد اشعة الشمس على مدار الجدي تحت خالص فبيبقى عندنا فصل الشتاء طب ما تقولي حالة الجو عندك بتبقى عاملة ايه اقوله بارد في المناطق الجبلية المرتفعة زي جبل سانت كاترين وكمان في المناطق الداخلية البعيدة عن البحر زي محافظة المينيا طب النهار والليل اقوله الليل اطول من النهار الليل اطول كتير جدا من النهار يعني عدد سطوع الشمس على الارض وقت بسيط جدا لان النهار صغير طيب بعد ما فصل الشتاء يخلص بيحصل ايه اقولك في الثلاث شهور بقى التانيين يعني في شهر ثلاثة وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة بتبقى الشمس متركزة مرة تانية على دائرة الاستواء دائرة الاستواء انت مش لسه كنت بتقول ان في شهر تسعة وفي شهر عشرة وفي شهر احداشر اللي هو الخريف الشمس بتبقى برضو متركزة على دائرة الاستواء ايه اللي جاب الشمس تاني قالك بقى ماهي الشمس بترجع تاني تتركز على دائرة الاستواء في شهر 3 وفي شهر 4 وفي شهر 5 في الوقت ده بيبقى عندنا فصل الربيع فصل الربيع او يبقى انت كده عايز تقول ان اشعة الشمس بتيجى على دائرة الاستواء مرتين في السنة مش مرة واحدة مرة في شهر 9 وفي شهر 10 وفي شهر 11 بيبقى عندنا خريف ومرة في شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 بيبقى عندنا ربيع طيب شهر 3 ده اللي هو شهر ايه مارس وشهر 4 ابريل وشهر خمسة اقول له مايو بيبقى عندنا فصل ايه فصل الربيع ليه اقول له علشان تتعامد اشعة الشمس على دائرة الاستواء بيبقى في الوقت ده عندنا ربيع طب ما تقول لي حالة الجو اقولك الجو برضو بيبقى معتدل شبه الخريف بس هنا بقى بطنشط حرقة الرياح بيبقى فيها واكتر جدا طب ما تقول لي اي رياح من الرياح المشهورة اللي موجودة في فصل الربيع عندك اقولك رياح الخماسين رياح الخماسين دي رياح محملة بالرمال والاتربة فيها رامل وطراب كتير جدا وده بيصيب الانسان ببعض الامراض زي امراض الجهاز التنفسي وكمان تلف المحاصيل الزراعية حتى المحاصيل بتاعة الفلاحين بتبوز بسبب رياح الخماسين يبقى حالة الجو عندك في فصل الربيع اللي بيبقى موجود في شهر ثلاثة وشهر اربعة وشهر خمسة يعني مارس وابريل ومايو الجو بيبقى معتدل ولكن تنشط حركة الرياح بيبقى فيه رياح كتير طب ما تقول لي اسم رياح اقول له رياح الخماسين رياح الخماسين دي محملة بالرمال والاتربة ودي بتصيب الانسان ببعض الامراض مثل امراض الجهاز التنفسي وتلف المحاصيل الزراعية طيب بالنسبة للنهار والليل انه اللي اطول من التاني اقولك اللي اتنين قد بعض يعني يتساوى النهار مع الليل يبقى في فصل الربيع وفي فصل الخريف يتساوى النهار مع الليل طيب بعد كده ترجع الشمس تاني عندنا على مدار السرطان ويبدأ عندنا تاني فصل الصيف ونرجع نعيد اللي احنا قلناده تاني لانه بيحصل باستمرار والسبب في كده بسبب ضوران الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع وهي بتلف حوالين الشمس فهنا بقى اشعة الشمس بتتعامد على دايرة من الثلاثة دول فبيحصل عندي فصول السنة الاربعة طيب كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا ولازم نركز على شوية حاجات زي بما تفسر تعاقب فصول السنة الاربعة اقوله بسبب ضوران الارض حول الشمس مرة كل 365 يوم وربع اللي هي بينقصين الدورة السنوية طيب لازم اخلي بالي جدا من حاجة ايه من الرسمة بتاعت القرى الارضية واشعة الشمس متعامدة على ايه يعني ايه مثلا يعني مثلا لو لقيت اشعة الشمس على مدار السرطان عندنا يبقى احنا كده عندنا فصل الصيف لو لقيتها على مدار الجدي يبقى احنا كده عندنا فصل الشتاء اما بقى لما لقى اشعة الشمس على دائرة الاستواء في النص كده يا ام ربيع يا ام خريف اعرفهم بقى منين اعرفهم من الشهور في شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 لما اشعة الشمس تبقى على دائرة الاستواء ده خريف في شهر ثلاثة وشهر اربعة وشهر خمسة لما أشعة الشمس تبقى على دائرة الاستواء ده اسمه ربيع يبقى لما أشعة الشمس بتيجى على دائرة الاستواء يبقى عندي ايه وايه ربيع وخريف واللي بيميز وبيفرق بينهم الشهور بتاعتهم وكمان تعرف من نتائج المترطبة على رياح الخمسين المحملة بالرمال والأتربة أقول له تصيب الإنسان ببعض الأمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي وتلف المحاصيل الزراعية وبكده نكون خلصنا رابع درس عندنا تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحط